كرم سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 12 طالبا وطالبة ممن تمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة بتفوق وهنأ سموه الطالبة مايس جدعان على تحقيقها المرتبة الخامسة بين العشر الأوائل في المملكة كما هنأ الطالبات والطلاب الذين حققوا نتائج متقدمة على الرغم من الصعوبات والتحديات التي زادت من حدتها جائحة كورونا وعرب سموه عن شكر المجلس الأعلى لمؤسسات القطاع الخاص ودورها بالشراكة مع المجلس في دعم هذه الشريحة من المجتمع من جانبهم عبر الطلبة المكرمون عن شكرهم لرئيس المجلس وفرقه على هذا التكريم مؤكدين أنهم سوف يستمرون في رحلة التعليم لتحقيق نجاحات أكبر في حياتهم العملية والعلمية